سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام. احب ورحب حضراتكم واشكركم على دعمكم للقناة. وهنتكلم النهاردة عن موضوعين او الموضوع خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من المستشفى. ورسالة امي سامير غانم كانت صدمة للجميع وهنعرفها في الفيديو اللي معانا. وتاني حاجة الفنانة والمزيعة المشهورة ميار الببلاوي حالتها الصحية خصيرة واجرت عملية جراحية وهنتابع حالتها الصحية في الفيديو وهنقول كل حاجة معنا. وقبل ما نبدأ ارجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. بالنسبة للفنانة دلال عبدالعزيز احنا متابعين حالتها لحظة في لحظة واخر تقارير طبية صدرت عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز. بس الاول قبل ما نبدأ ياريت ارجو من حضراتكم لما بنطلب الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز هي فعلا محتاجة الدعاء ده. ففيه في الكومنتات ناس كتيرة جدا دخلت ودعت لها وفعلا بيدعولها من القلب ومش من مصر بس لا ده من الوطن العربي كله. وناس فعلا دعت من قلبها وكمنتات بجد انا هعمل فيديو وهوري لحضراتكم كمية الدعوات الجميلة لجمهور الفنانة دلال عبدالعزيز دعو لها في الكومنتات بجد حاجة تفرح جدا وهي يارب تكون الدعوات دي مستجابة وتخف الفنانة دلال عبدالعزيز وتخرج لبناتها بالف سلامة. اخر تقارير طبية اتقالت عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز ان حالة الفنانة دلال عبدالعزيز في تحسن وكشف مصدر طبي اخر تطورات الحالة الصحية للفنانة تؤكد ان حالتها الان في تحسن ملحوظ وفي المنتظر خروقها من المستشوى خلال الايام المقبلة. طبعا احنا سمعنا الكلام ده وطبعا حالتها كده تحسنت من الطبيعي ان هي ممكن تخرج الفترة المقبلة. بس كتبت ايمي سامير غانم على حسابها على الانستجرام طلبت من جمهور دلال عبدالعزيز الدعاء ليها وكتبت ماما حالتها بتتدهور ادعو لها والنبي. طبعا احنا رسالة دي استغربنا لها جدا لان هما بيقولوا ان حالتها تحسنت ومن الممكن خروقها الفترة الجاية من المستشفى. فا ايمي لما تابعت رسالة زي دي لجمهور الفنانة دلال عبدالعزيز وبتستنجد بيهم ان هما يدعو لها لان حالتها بتتدهور. فدي حاجة بجد استغرب ليها الجميع وان شاء الله ربنا عيش فيها. وان ياريت نكسف دعوتنا لان هي محتاجة دعوتنا دي وان شاء الله تخف وترجع لبناتها بالف سلامة. اما بالنسبة عن الموضوع التاني اللي معانا فهي فنانة ايضا ومشهورة وكمان اعلامية ومزيعة. اه طبعا الفنانة مياري الببلاوي هي اه دخلت عملت عملية جراحية بعد تطور حالتها الصحية. وكانت في المستشفى واجرت عملية جراحية صعبة. وخرج ابن الفنانة مياري الببلاوي وقال تطورات الحالة الصحية للفنانة بعد تعرضها لوعقة صحية مفاجأة اجرت عملية جراحية باحد المستشفيات. وكتب اه نجل الفنانة مياري الببلاوي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعد خروجها من غرفة العمليات بعد اجراء العملية الجراحية. كتب الحمد لله ماما طلعت من العمليات حالا. وبطمنكو بجد اني جنبها وهي اه خارجة من العملية. دي نعمة شكرا يا رب. وكانت الفنانة مياري الببلاوي نشرت فيديو من داخل المستشفى قبل دخولها غرفة العمليات. بس ما صرحتش باي تفاصيل عن مرضها. وابنها طلع وقال يريد تدعو الماما ربنا يشفيها ويقف جنبها. فيريد كلنا ندعي للفنانة مياري ببلاوي ان ربنا يشفيها. وكمان ندعي للفنانة دلالة عبدالعزيز ان ربنا يشفيها ويخرجهم الاتنين بالسلامة. الفيديو واشتراك في القناة وانفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.